تشهد العاصمة المؤقتة عاداً خلال الفترة الماضية ازدياداً في انقطاعات المياه أزمة ضاعفت معاناة المواطنين وأثقلت كواهلهم بالتزامن مع انقطاع الكهرباء وترد الخدمات وتوقف صرف الرواتب فقد باتت أزمة انقطاع المياه كابوساً مرعباً قضى مضاجع المواطنين ليصل الأمر إلى عدم نوم بعضهم خوفاً من فواتم يعاد ضخ المياه والذي يبدأ عند منتصف الليل وليحصل المواطن على نصبه من المياه عليه أن يكون يقظاً ويشغل مضخة المياه المنزلية فور وصول الماء ويقوم بتعبئة الخزانات المخصصة لحفظه واستخدامه بقية اليوم ويتكرر المشهد كل ليلة حتى تسلل اليأس إلى نفوس المواطنين وعمت حالة كبيرة من الإحباط النفسي المتأصل في حياتهم من عدم وجود إصلاحات حقيقية للتخلص من هذا العناء والتذمر في توفير حاجة الناس للمياه وضمان وصول الخدمة لمنازلهم دون انقطاع من يصدق أن هذا الطفل الذي يحمل قنان المياه على ظهر الحمار يسكن في العاصمة المؤقتة بل إن حصوله على مياه الشرب بات حلماً قد يكون أحياناً صعب البنال ومع ذلك عوضاً من أن يعيش طفولته ويلعب مع أقرانه من الأطفال أجبرته أوضاع ترد الخدمات ومنها المياه على المشاركة والبحث عن شربة ماء له ولأسرته معاناة لا توصف فقد أصبحت فوق ما يحتمل الأهالي ولا يختلف الوضع كثيراً في بقية مديرية وأحياء مدينة عدن عما يحدث في مدينة كريتر والمعلى حيث تتفاقم أزمة المياه فيهما منذ سنوات بشكل متواصل في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها ما يزيد من قسوة الظروف الإنسانية والمعيشية للسكان ويضطر سكان بعض الأحياء في مدينة كريتر وخاصة من يقتنون أعلى الجبل مثل أهالي حي شعب العيدة روس إلى التنقل لعدة كيلومترات على دوابهم لجلب المياه ترد الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن ومنها المياه ضعف من معاناة الأهالي وجعلهم بين مطرقة المجلس الانتقالي المسيطر على المحافظة وسندان الحكومة الشرعية الغائبة عن الساحة لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر